بعد مرور خمسة أشهر على بدء انتشار وتفشي فيروس كورونا أصبح العالم كله في حالة تخبط وفوضى مع الارتفاع اليومي لعداد المصابين والوفيات في العالم وفجأة بات الجميع تحت الحصار طوعا أو كرها بانتظار اكتشاف علميا بعد التغيرات الجوهرية التي أحدثها الفيروس على الحياة سواء في علاقة الإنسان بنفسه أو بمحيطه أو حتى بالطب والأبحاث العلمية ورغم صورة البائسة لم يفقد العالم الأمل بل انكب العلماء في مختلف أنحاء الدنيا لدراسة أكثر من 150 عقارا مقترحا معظمها أدوية موجودة سابقا يتم تطويرها وتجربها حاليا وأخيرا وبعد طول انتظار تم إعلان الخبر السعيد الذي أعاد الأمل للبشرية وذلك بعد إعلان شركة فايزر الأمريكية لصناعة الأدوية استعدادها لترحيل قاح ضد فيروس كورونا في الخريف المقبل اللقاح لم يسبق له مثيل نحن متقدمون على أي لقاح على الإطلاق في التاريخ أبحاث اللقاحات تستغرق وقتا طويلا ولكننا سنحصل عليه بحلول نهاية هذا العام تفاؤل ترامب الذي أعلن الخبر له أسباب عديدة أغلبها السياسية لكن بعيدا عن السياسة يبدو أن ألمانيا كان لها وجهة نظر أخرى بما أعلنته الولايات المتحدة حيث اعتبر وزير الصحة الألماني أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب سنوات مشيرا إلى أنه سيكون من الجيد فعلا لو تم إنتاج اللقاح في نهاية العام ولكن يجب توقع حدوث خيبات كما حصل مع لقاحات سابقة ويجب أن يكون العالم واقعي يأتي هذا فيما أكد باحثون الصينيون أن شركة سينوفاك بيوتاك في بكين تستعد لإنتاج مئة مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجربته بشريا بعد نجاحه في الاختبار على الحيوانات كما كشف العلماء في أستراليا أن لقاح فيروس كورونا قيد التطوير ملمحين إلى أنهم قد يصلوا إلى اعتماد نسخة نهائية منه بحلول سبتمبر هذا العام بعد أن أظهرت التجارب السريرية نجاحا ملفتا مشيرين إلى أنه سيكون متاحا للجمهور في بداية عام 2021